مستمرين معك نمو شاهدي سوبورو تيفي بمواكبة الأحداث للقاء الشباب السرياني السوري سيك سيريا 2024 تحت شعار كي ننمو تفاصيل اختيار هذا الاسم وهذا الشعار وأيضا الآية من رسالة بطرس الرسول الثانية هتفاصيل رح نتناقش فيها مع نيافة الحبر الجليل مار أندراوس بحي النائب البطر ياركي لشؤون الشباب والتنشئة المسيحية بارخ مور سيدنا بشينو بشلومو ألو مباريخ بشينو مريم ألو طوري لخ وألو مباريخ أهل لخ تاودي تاودي سايقي سيدنا ساعدين بيوجودنا معك نبي دير مار أفرام السرياني حتى نعيش تفاصيل لقاء الشباب ولكن بداية سيدنا مثل ما عم نعرف الشعار لهذه السنة هو كي ننمو ايش السبب اللي خلاكن تختاروا هذا الشعار وأيضا الآية من رسالة بطرس الرسول الثانية في البداية أنا مبسوط بالسنة الثانية نحن عم نجتمع في دير مار أفرام هون في معرض سيدنايا وهالسنة هي الدورة السابعة أو المهرجان السابع لاجتماع سيك سوريا 2024 في الحقيقة في لجنة روحية عم نحاول كل سنة نصلي نحاول نتناقش خلال فترة أشهر يعني حتى مو أسابيع أو أيام ونشوف ايش ممكن نحن نختار عنوان يكون سبب بركة ونقلة للشبيب اللي ممكن يجوه طبعا الشبيب اللي موجودين معي في اللجنة هني خدام في مراكز التربية فبالتالي نطرح عنوان كتير ونقعد نتناقش هالسنة كان نتيجة الظروف اللي عم يمر فيه هون البلد بشكل خاص في سوريا صار فيه كتير نوع من التركيز على الحياة الاجتماعية حتى فيه خدمات الكنيسة صارت تركيز اجتماعي شلون نحن نقدر نساعد الشبيب أنه يكونوا مثلا هني صحيين فتركيز على النواحي الاجتماعية فخطر في بالنا أنه نحن محتاجين ننمو في علاقتنا مع الله يمكن فيه ناس من الشبيب هلا موجودين ولدوا أو كانوا أطفال في زمن الحرب فما صار عندهم فرصة يفكروا كيف ينمو روحيا في علاقتهم مع الله من هالمنطلق اخترنا عنوان كي ننمو اللي هو دعوة مثل ما ذكرتم بارح في كلمة الافتتاح وعودة عودة لأنه نحن مدعوين ننمو ودعوة نحن النمو هو شيء نعيشه كل يوم هو مو لما نروح على الكنيسة أو لما نعمل خدمة وإنما هو سيرة حياة نعيشه بشكل مستمر نعم سيدنا هذا بالنسبة للشعر طيب الآية أكيد في كتير آيات بالكتاب المقدس عم تحكي عن النمو الروحي ولكن أنت انخترت نهاية السنة الآية من رسالة بطرس الرسول الثانية نمو في نعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح ليش اخترت نهاية الآية بالذات ومعنى النمو بالنعمة وأيضا المعرفة سؤال كتير كتير حلو وكتير مهم مريم مثل ما تفضلتي نحن كمان عملنا بحث اخترنا كتير آيات عن النمو وبعدين استقرينا على هالآية اللي هي من رسالة بطرس الثانية لأنه للأسف في الوقت اللي نحن عم نعيش فيه هلا صار الوصول للمعلومة كتير سهل فأي شاب أو أي صبية عندنا جهاز في يدين مربوط مع النات فأي معلومة يغضروا ويصلوا عنا اللي هي المعرفة ولكن النعمة للأسف مو الكل عندنا هالاختبارات اللي عم تخلي النعمة موجودة في قلبنا يعني خليني أقولكي أكتر نحن صار عنا تخمة في المعرفة وصار عنا يمكن شح أو مجاعة في الاختبارات الروحية يعني على سبيل المثال ممكن أي شاب أو أي صبية عنده درس في التعليم في مركز التربية بكل سهولة يروح على جوجل يكتب العنوان يشوف معلومات رائعة ياخدها وينقله ولكن هو شخصيا ما عم يعيش هالكلام فصرنا نحن ناقلين للكلمة ولكن نحن ما عم نعيشها فكان اختيار هالآية أنه نحن يكون عنا مع المعرفة نعمة يعني يكون عنا شبع في المعرفة ويكون عنا شبع في النعمة في الاختبارات الروحية لأنه أنا بسهولة أقدر أحكي لك عن فوائد الصوم أجيب كلام مكتوب وأقرار لك ولكن هل أنا شخصيا عم أصوم؟ هل أنا شخصيا أعرف قوة الصوم في حياتي؟ فكي ننمو في إحدى النقاط اللي كتبناها أذكر إلى هلأ أنه نحن يكون عنا اختبارات وليس ناقلين للمعرفة ولكن نكون نحن متذوقين مثل ما يقول داود النبي ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب دعوة لنذوق النعمة ونذوق حلاوة الكلمة نذوق حلاوة إيماننا وبعدين يصير عنا معرفة وننقلها للشبيبة من هون نحن في الحقيقة اخترنا هالآية نعم طيب سيدنا إيش الفرق بين النمو الروحي طالما نحن هلأ عم نركز على هذا الجانب النمو بأن نعمل الفرق بين النمو الروحي وأيضا النمو الجسدي في الحقيقة كتشبيه أنه يشبهوا بعضا كتير لأنه نحن إذا نفكر كل يوم يمكن نحن نتحمم نلبس تياب جداد نهتم في أكلنا نوعية الأكل نهتم في مظهرنا وهلأ صارت هيك موضة الشباب كلهم يحبوا يروحوا وهي شغلة حلوة على الجيم النوادي يكون عند جسم هيك حلو وهذا شيء كتير كتير مهم في الخارج وفي الداخل من أجل الصحة لأنه جسدنا هو وزني وموهبي أعطانا هي الله ولكن بالمقابل الاهتمام الروحي خلي يكون على نفس المستوى فالفكرة أنه نحن النمو الروحي نعطيه أقل اهتمام ولكن النمو الجسدي يمكن هو كل أخذ كل اهتمامنا على سبيل المثال نحن مصروفنا كله ممكن نصرفه على أجسادنا على تيابنا على أكلنا على مظهرنا ولكن هل نحن عم نعطي نفس الأهمية للاهتمام في نمونا الروحي مثل ما عم نعطي اهتمام لننمو جسديا النمو الجسدي في الحقيقة مهما كان الاهتمام فيه كبير في يوم الأيام نحن نعرف هذا الجسد هو زائل ولكن الروح هي باقية فكي ننمو بالروح هي دعوة أنه نحن يكون عنا اهتمام على مستوى كبير في حياتنا الروحية لأن الروح هي اللي رح تكون باقي رح تكون معنا فإذا عرفنا نحن ننمي الروح في داخلنا نخلي عمل ربنا في حياتنا ظاهر فهذا الأمر رح يكون يعني سبب ينتقل معنا للحياة لأن الروح هي باقي والجسد هو فاني نعم طيب سيدنا إذا واحد عم يعمل على النمو الروحي بحياته هو كفرد أجل العقبات اللي عم بتواجهه بهذا الوقت العقبات اللي عم بتواجهه النمو الروحي نقطة كتير كتير مهمة لأنه لما نحن نمشي في طريق الله عدو الخير ما رح يقعد يتفرج علينا بالعكس رح يشوف أي سبيل أو أي طريق من خلاله يحط عثرة في حياتنا المعوقات كثير يعني ممكن يكون عندي إحباط أنا ممكن أصلي وأطلب من ربنا لطلبي معيني في حياتي ممكن إذا جتني الاستجابة اليوم في حلقات الحوار مع الشبيبي إحدى الشابات قالت أنه أنا درسته ونجحته وعندي طموحة خلفرع معين فقعدت أصلي كتير كتير وبعدين ربنا أعطاني ودخلته فشكرته الله لأنه تصور القصة بالعكس أنه أنا صليته وطلبته من ربنا وبعدين ما حصلته عشي اللي أريده هون يصير عندي إحباط فالإحباط هو في الحقيقة من العقبات اللي كبيرة في حياة أي شاب لأنه نحن نعرف الشباب طاقة عندهم طموح بدن يكبروا بدن يبنوا حياتهم فالإحباط ممكن يوقف في طريق حياتهم الروحية إضافة الخوف من المسؤولية يعني أنا ممكن إذا أفكر أقترب من ربنا هذا يعني أنا لازم أروح الكنيسة لازم كل يوم أنا يكون عندي خلوتي الروحية لازم أقرأ لازم أتبرع لازم أعطي أولوية أنه أنا أكون أمين في حياتي فالخوف من المسؤولية كمان هي عقبة كبيرة الخوف من الالتزام والالتزام يعني إذا نقدر نسميه هو فضيلة نحتاجها في هالأيام ليش؟ لأنه أبواب أنه أنا أستمتع في حياتي على المستوى الأرضي والجسدي صارت متاحة وبسبب ضغوطات الحياة صار يعني بأي سهولة شاب يقول خلينا نعيش حياتنا خلينا نبسط ولكن الالتزام هو الفضيلة اللي نحن نحتاجه في حياتنا كشبيبي اليوم نذكر في المحاضرة القديس ماري عقوب السروجي يقول بأن القداسة هي جوهرة الشبيبة فحياة عدم الالتزام من يعني النجاسة الابتعاد عن الله عيش أنا لذاتي وكأنه أنا محور الكون وليس الله هو محور حياتي فالعقبات كثيرة الأحباط عدم الالتزام الخوف من المسؤوليات وكثير أشياء تانية ممكن تكون عقبة في طريق الشباب اللي هني كأنه عندن هيك محرق قوي وبدني ينطلقوا نحو الحياة فهالأمور ممكن تكون عقبات في طريقا بالمقابل النمو فيه له بركات لأنه أنا لما أكون ماشي مع ربنا رح يكون عندي السلام وهذا السلام رح ينعكس على كل نواحي حياتي أكيد تعرفين ونحن نسمع كثير شباب هلأ عندن ديبريشن عندن ضغوطات صح عندن انكزايتي عندن خوف عندن قلق عندن اصطرابات معينة في الحقيقة ربنا هو قال تعالوا إلي وأنا وريحكم عم يعطينا الحل البركات أنه أنا لما أنمو في النعمة مع ربنا أعرف ربنا أكتر فلما تجيني العقبات بقوة ربنا الموجود فيني أنا أقدر أعيش حياة مليئة أكثر بسلام وأكتر بهدوء وأكتر بطمأنينة صحيح طيب سيدنا من خلال برنامج لقاء هاي السنة المحاضرات النشاطات التأملات الزيارات الروحية اللي رح تتم من خلاله إيش الأهداف اللي حطيتنا ببالك نتوصلولها بختام اللقاء عنا أمنيات كتير عنا أهداف كبيرة لأنه ثقتنا في الله هي ثقة كبيرة هو العامل وليس نحن نحن أدوات في يد الله نحاول بكل ما ربنا أعطانا هو من بركات نسخرة لنحقق هالأهداف أتمنى من كل الشبيب الموجودين أنه نحن نقدر نصل لمرحلة ندرك أنه وجودنا على الأرض هو رساله أنا ليست موجود صدفي ولست موجود تكميل عدد وإنما أنا موجود لأكون صورة الله في وسط المجتمع اللي أنا أعيش فيه ومن هون كمان فكرة كي ننمو الدعوة للنمو أنه نحن ننمو لحتى الناس اللي تبحث عن الله تبحث عن حياة أفضل ممكن تشوف فينا هذا النور فأتوقع هدف مهم أنه نحن الظلم اللي جواتنا بسبب العالم لأنه هيك يقول كتاب المقدس العالم موضوع في الشرير يمكن نحن نتسرب الظلام إلنا وجود الشبيب هون هي فرصة لنرجع نقول لروح الله تشتغل في داخلنا الروح اللي أخذناها في المعمودية لحتى يكون عندنا نور فلما ننطلق ونرجع لمجتمعاتنا لبيوتنا لأهالينا يلاحظوا فينا التغيير وكمان في نفس الوقت نحن نكون مؤثرين في اللي حوالينا الهدف أنه نحن نتذوق الرب ننمو في الرب ويكون هذا الاختبار فرصة ننقله لكل الناس اللي حوالينا نعم سيدنا خلال هاليومين مبارح واليوم من وقت الافتتاح وهلأ خلال المحاضرات شلون شفتن الشبيبة شفتن أنه هن عندن رغبة أنه يتعلموا أو يسمعوا هالمحاضرات اللي تنقل مخصصة حول شعار اللقاء كي ينمو عم تحسوا أو تلمسوا عندن الحاجة لهذا الشيء أنا عن جد عم أتفاجأ كنت عم أسمع الشباب عم يحكوون أنه نحن سمعنا كتير عن السج والشباب والصبايا اللي يجوا وقابل حكونا كتير عن السج السج صار حركة في الكنيسة ربنا يديم قداسة سيدنا البطريارك هو والآباء المطارني لما قرروا يعملوا هالنشاط الروحي الهادف اللي أيضا فيه جانب ترفيه واجتماعي كان الهدف أنه نحن تجتمع شبيبتنا من كل الأنحاء وتنمو مع بعض البعض من الجزيرة مختلف المدن من حلب والمدن والمحافظات تابعة لها الأبرشية حمص كذلك دمشق فالشبيبه لما جاءوا لهذا الاجتماع عندن تطلعات يعني مو كأنه يجوا ما عندن أي خبر وبدن يشوفوا أي شي سير لا هني جاءوا وهني محملين بأفكار وهذا الشي في الحقيقة كان كتير كتير مشجع بالنسبة لي وشفتوه في عيونهم فشفتو كان في هيكي حماس مبارحة لسبيل المثال كنا مجمعين من فرق فقلنانا رح نعطيك كانوا 12 فرقة كل فرقة خمس دقائق وإنتن هيك ألفوا مثل صيحة أو شي لا فريق خلال دقيقتين تألف 12 صيحة فتشوفي كمية الحماس كمية التشجيع طبعا في بعض الأخوة الأخوات لسه يمكن أول مرة يشوفوا هذا الجو فكان هيكي غريب عليهم عم يحاولوا يدخلوا هيكي يتجانسوا اليوم أكتر وأنا متأكد بكرة أكتر وبعده أكتر ومن الخبرة اللي موجودة عنا في الحقيقة دائما السج عم يرجعون منه الشبيبة وهني عندن عشرات الصداقات وأنا اكتشف يعملوا جروب شات من كل المحافظات ويروحوا يزوروا بعضا فكمية الحماس كمية التشجيع الموجودة كمان عم تنعكس علينا وعلى نوعية الخدمة اللي عم تسير في السج حالو كتير سيدنا الله قويكين لحتى تستمروا أنتم كمان بهاي الخدمة أكيد مع الفريق اللي عم تشتغلوا مع بعض بكلمة تحب توجهها للشبيبة اللي هلا مشاركة بالسج وأيضا اللي عم بتتابع من برا وعم بتشوف كل النشاطات والمحاضرات اللي عم بتتم نقطة كتير مهمة الشبيبة مثل ما قال قداسة سيدنا البطريارك هني ليسوا فقط مستقبل وإنما هني حاضر ومستقبل كنيسة الكلمة اللي أوجهها أنه نحن خلينا نرجع لأمنا للكنيسة لأن العالم أثبت خلال آلاف السنين البشرية العالم دايما يعطينا فقط على المستوى الجسدي ونحن مخلوقات لسنا جسديين فقط وإنما مخلوقات عنا الروح فإذا الكنيسة ما توجهنا إلى الكنيسة ما كنا أعضاء حقيقيين فيها وكنا فعالين نحن عم نضل طريقنا فالنقطة اللي حاب أوجهها لكل الشبيبة الموجودين في السج وأي من كان في العالم خلينا نرجع للكنيسة لأنه الكنيسة هي سفينة نوح ونحن نعرف لما صار الطوفان بس الأنفس اللي تماني اللي دخلوا على السفينة هن اللي خلصوا وفي عالم فيه الطوفان من الخطيئة الكنيسة هي سفينة خلاصنا وهي اللي تقدر الوحيدة تخلينا نعرف الحق ومثل ما يقول الكتاب تعرفون الحق والحق يحرركم تودي ساقي سيدنا تودي على كل هاي الكلمات اللي أكيد رح تشجع الشبيبة وتشجع كل حدا عم بيتابعنا عبر شاشة سوبورو نتمنى لكن التوفيق واتصلوا للأهداف من خلال لقاء الشباب السرياني السوري لعام 2024 وإن شاء الله هيك أكيد رح نكون مواكبين لكل الفعاليات تودي ساقي سيدنا شكرا لكن سوبورو تيفي ولامواكبتكن لهذا النشاط أنا متأكد ألاف الشبيبة عم يتابعوا وأنا عم يجيني رسائل كتير وصور كتير فحب أشكركن لأنه أنتن عم تنقلوا في وسط الميديا اللي ملياني كتير تشويش عم تنقلوا كلمة ربنا فربنا يبارككن وشكرا لمحبتكن ولكل الإخوة والأخوات اللي يشتغلوا أيضا خلف الكواليس وشكرا مرتاني لتغطية هذا النشاط الروحي تودي تودي ساقي سيدنا تودي تودي حقا حزايد سوبورو تيفي أدعينا زيتر علونيشو دوكنوش يودي علي موسو سرييتو سوريا ليشاتا ثلاثة رفو أربعو عصري دني راب أيدر بقاوي قوير ورحو نو يوديلو نو إيس بي طيبوسو ويدعتو دمورا نيشو عمشيحو دمينا تودي ساقي المعليوسها دمور عند راو صبحة فطروفو فاطر يرخو اللي تشمشتودي علي موسو ويتر بيسو مشيحيتو يكرل تايدانت كل يوم وبي يومي دجماك ملو أعميخو مستودية حلب إلى بصرمي أفتا